يعني احنا لسنا مكملين في الموضوع ده بالذات لأنه موضوع شائك وفي بعض الشباب ممكن يواجه أزمة لها علاقة طبعا بتدخل الأسرة ساعات كتير الأسرة بتتدخل فيه زي ما قلنا بداية الحلقة طبعا فيه اختيارات حياتنا وفيه مستقبلنا وساعات كتير بنبقى احنا اللي محتاجين المشورة دي امتى نختار ان احنا نسمع للأهل ونسمع مشورتهم وناخد برأيهم وامتى نقول لا كفاية كده ما ينفعش لازم اكون انا عندي شخصية قوية ومستقلة وقدر ان انا بنفسي اخد قراراتي اسئلة كتيرة قوي هيجاوبنا عليها دفنا اللي بنواردنا النهاردة في الستوديو دكتور عمر سليمان استشاري الطب النفسي بنصبح عليك يا دكتور صواح الفل عليكم وعلى كل مشاهديننا الكرام معدلة صعبة قوي يعني صعبة يمكن على اي حد انه يحققها انه ازاي اهلي اللي انا بصق فيهم وبسمع ليهم من وانا صغير اسمع لهم في اهم القرارات الحياتية في نفس الوقت لما بتتعارض مع قراراتي الشخصية او قناعاتي الشخصية انا محتاجة اعمل اي بقى في حاجة زي في ثقافة احنا عايزين نرسيها وهي فكرة انه كل شبابنا يتعلموا منطق اني مفتوم عن قسرتي واني متحمل نتيجة قراري مهما ان كان مفيش حد فينا كانسان يظل اهله مسيطرين على قراراته في الحياة طبيعة عملية اتخاذ القرار من اول ما انا بتعجبني حاجة او عايز اكمل في مشوار ما او اتوجه لحاجة ما ده بيني وبين نفسي بعديها انا بستشير حد بعديها خلاص باخد قراري لو فرضنا انه بشتري حاجة لنفسي عاجباني بس خدت رأيي حد بس ما عجبنيش رأيه بس برضو عاجباني اللي بيتحمل الشكل ده او المظهر اللي هيظهر للناس نتيجة اللي انا اشتريته انا اذا فكرة مسئوليتي عما اتخذه من قرارات هو اللي احنا محتاجين نرسيه ليه لانه كمان شوية هتيجي تقول اصلا محدش قال لي لا 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 بش حاس مها كده انت مسئول عن تبعات ما تفعل دائما ما نسميها الكونسيكونس او تبعات اي قرار دي بتاعتك انت مش بتاعت الناس فشطرتك طول الوقت انت تتحمل التبعات عشان تتعلم طيب امتى اقول للشخص ده انت بدأت تبقى مسئول عن قراراتك هل الموضوع بيبدأ من هو طفل صغير خالص مثلا في اختيار الالعاب على سبيل المثال اختار لعبة ورجع بعد شوية قال لي مش عاجباني فانا اقول له ده اختياراتك هنقول حاجة ممكن نعمل كده ولكن مع الطفولة في حاجة في التربية مهمة محتاجين نوجه ليها الاباء والامهات وهي الحماية الزيدة للطفل انه انا اقول له لازم ياكل وانا اقول له لازم يغسل ايديه وانا اقول له ما يصحبش فلان وانا افتحوا لولادكم مساحات من الحرية الوصاية الزيدة دي تضعف الطفل لا تخلقه انسانا له شخصية يستطيع ان يتخذ قراراته في الكبر وبعد كده اصدر للمجتمع حد اعتمادي بشكل رهيب واقول هو ليه عامل كده وعلى فكرة التربية دي بتنطبع في كل حاجة في طريقة شغل في جواز في صدقات وتفر بعض الاهل يمكن بيشوفوا انه احنا في زمن صعب وفي الحقيقة هم فعلا بيبقى عندهم خبرة حياتية اكبر شوية خليني اقولك فيه يعني حاجات معينة قرارات معينة مصرية قوي يعني خليني اقول الشغل الدراسة الجواز هل انا لو انا هتكلم من وجهة نظر الاب والام لو شايف ان ابني انا شايف ده ان هو بيعمل حاجة غلط سواء جواز او دراسة او شغل اتدخل ولا بس انصح حسب علاقتي باهلي يعني ما ينفعش ان انا املي على ابني او بنتي انه لازم تسمع الكرام لازم تكون مطيع لازم البزرة بتاعة الطاعة او قدرتي اني اتفاهم موقف ابوي او امي او قراراتهم او حكمتهم في الدنيا ده من الصغر واخلي بالي ان اكثر الاطفال والشباب المتمردين جاءوا من بيئة شديدة التحكم وشديدة التدخل في حياته فهيتمرد فقراراته هتبقى كلها صدامية في الدنيا ومعاهم اول ناس عشان كده البروغرامنج اللي احنا بنعمله تكملة للشباب اللي سابقونا ده منتل بروغرامنج جي برمجة لعقل طفلي فهيرجع لي امتى هيرجع لي لما انا حطيت في البذرة بتاعت ثقته في قدرتي على اني اسنده واسعده في حاجات مصرية ولكن في جزء منها عاطفي زي فكرة الصدقات والجواز وتفر بنضطر ان احنا نمشي في مشوارنا ده على الرغم من تحذيرات اهلنا اللي احنا بنثق فيهم مثلا وبنتحمل تبعات ده شغلي شغلي ده شطارتي دايما في انه الجأ لذوي الخبرة لو هشتغل النهاردة في مهن هي مهن هذا العصر مش لازم هبقى دكتور لازم هبقى مهندس الجديد ما هي مهن المستقبل يا طار عاملة ازاي وده يخليني ارجع لبابا وماما تاني اتعلموا انكم تعيشوا عصر اولادكم عشان يعرفوا لما ييجوا ياخدوا قرارات ويلجأوا ليكم يبقوا قادرين على الاستخدام لكن خلينا نتفق انه مش كل اولياء الامور عندهم خلفية وخبرة بما يتطلبوا سوق العمل الحالي والشغل الجيل زي ما حتك قلت مختلف عن زمان مش دكتور مش مهندس لا في شغل ببرمجيات شغل تكنولوجيا وحاجات يمكن الجيل القديم ما يعرفهاش الشطارة هنا ان انا اعمل واجبي ما وهنا بابا وماما القديم اللي كان معتمد على قرار اللي اكبر منه شطارتك كبابا وماما وجزء من ابوتك واممتك انك تدوري ايه الجديد والجديد ده ليه طب وهيساعده او يساعدها في حياته ازاي وهينمي شخصيته ازاي احنا قلنا من شوية انه التنمية في شخصية الشاب جاءت من الصغر جاءت مني اني بشركه بتدي له مساحة للحديث بتدي له مساحة يقول رأيه يقول رأيه بقوة واسمعه ونقشه فيه الاب والام شديد التحكم هو فاقد للثقة في نفسه لأسف خلينا يا دكتور احنا نزلنا الشارع وسألنا الشباب عن مدى تدخل الاسرة في مصار حياتهم ومستقبلهم خلونا نتابع آله ايه في نفس التوقيت ده من كل سنة كتير من الشباب والبنات بيكونوا محترين يا طرى هيتكون ايه هو مستقبلهم هيتخش كلية ايه وعشان كده قررنا النهاردة ننزل الشارع ونسألهم يا طرى شايفين مستبلكم ازاي ولكنت دخلت كلية بالفعل هل دخلتها بإرادتك ولا الاباء والامهات والاهل والقرايب كان ليهم دخل في اختياراتك خلينا نعرف الإجابة من الناس النهار موسيقى أعجي مقولي انت بتدرس ولا خلصت كلية ولا لا عليسه بدرسة خلصت كلية تحقوق جامعة الكهيرة أنا اتخرجت من كلية تجارة جامعة الكهيرة طيب خلينا أعرف انت في التجارة برضو ولا في لا أنا في أصر جامعة الكهيرة موسيقى هل انت اخترتها بإرادتك الكاملة ولا كان أهلك ديهم رغبات معينة وانت نفستها علشان؟ لا لا كان بمزاجة لا مش مجرد وانا كنتش أحد التارجت ان اخشي أصوار وانا كنت على حبيب ألسون بس جات لأصوار بس اكلها برضا جميلة يعني اخترتها بإرادتي فهمت؟ أنا التجارة انجليش لا لا بإرادتي بس كان المجموع هو الأكبرنا حك ده لا لا طبعا ده كان حلمي من وانا صغير تقريبا انها كنت تخش كلية حسابات ومعلومات لو انت دلوقتي عايز تخش كلية حسابات ومعلومات وجيت وقت التحرج ومجموعك جاب مثلا هندسة ولقيت والدك او والدتك او حد عندك في البيت اكبر منك يقول لك لا انت لازم تخش كلية هندسة رد فعلك هيكون ايه وهتعمل ايه؟ اخش هندسة ان شاء الله اخش هندسة الكمبيوتر برضو لا لا المشكلة في الاهل ان هما بيفكروا بجيل قبل كثه لا طبعا لازم تبقى منه هو ليه بقى يقولي انت يشوف هو عاوز يشتغل في ايه ويخش ويبدع في ايه ويشتغل فيه بسه فغير زمان خالص يعني الموضوع الزمان يقولك مهندس دكتور الموضوع الوقت اختلف على المقاش زي زمان على الطلاق نظرة بتختلف من الاب للابن او يعني الاب بيبقى له جهة نظرة تانية عن الابن خالص يعني الاب بيبقى بس لحتة تانية ان هو شايف ان دي مستقبلك في الحتة دي انما الطالب عايز يعمل اللي هو عايزه بس مش عايز ياخد بنسية حد خالص هل انت لو حد من اهلك قالك لا انت لازم تخش كلية معينة لا مش اسفع كلامه طبعا احنا بس هنتوقف عند اخر تعليق للشاب الاخير يا دكتور هو بيقول لو حد طلبك احمد هو بيسأله بيقوله لو فرضوا عليك كلية معينة قالك لا مش هسمع كلامه فمش هسمع كلامه دي هل في طريقة يقدر يوصل بيها الشاب فكرته ليه بابا ومامته عشان يتناقشوا مع بعض بدل ما فكرة مش هسمع كلامه هو احنا الاول عايزين نرسي فكرة النقاش بيننا وبين بعض احنا بنسمع بعض عشان نرد انا حسن انت الاهل سابوا عليك دلوقتي يعني لا اما ما سابوش ده يقول كم التحكم في البيت الرد ده هو مراية التربية الرد ده هو مراية التحكم هو التمرد اول ناس بنتمرد عليهم اللي كان طول الوقت متحكم فيها بزيادة فالرد العنيف ده احنا بنقيس به في العلوم العصابية قد ايه كان خلفية التربية متحكمة بزيادة وده اللي احنا عايزين نحذر منه ادي مساحة للنقاش اسمع ابنك اسمع بنتك منطق ان انت مسيطر طول الوقت كبابا او كماما منطق ان انت خايف من الدنيا منطق ان مخاوفك اللي شفتها في الحياة بتطلع على ابنك او بنتك ده منطق مش سليم فالشطارة انه لو هتدي له الفرصة انه يبقى شخصية في الحياة وشخصية قوية وديها تأثير لازم ادي له فرصة معي انا اول حد صح انا اللي اسمع انا اللعي انا اللي شجع انا اول مشجع في الحياة انا اول داعم له انا اول محفز يقف في ظهره انما اتنمر على ابني او اعيره او انتقده طول الوقت نقضي لاذع لا وتيجي تقول اصلي طول عمره متمرد ومعرفتش معرفش ايه لا يا فندا ومش نازل من بطنه مامته متمرد لا دي شطرتنا تربية جزء من تربية الانسان وهم جدا هو التطبع والتطبع ده يأتي من البيئة طيب فشطارة البيئة انها هيكون تأثرها صحي هلكن تتكلم عن اهمية الكلام مع بعض او الطريقة اللي هنوصل بيها المعلومة سواء من الاهل للأولاد او من الاولاد للأهل ازاي الاهل لو هم شايفين حاجة مثلا مش عجباهم قوي خلينا نقول حاجة كبيرة جواز فمعنى كده انه الولد او البنت كبار شوية في السن او اي حاجة تانية يوصلوا بطريقة صحية الماسدج بتاعتهم او رسالتهم لأولادهم ده قرارك او ده قرارك اه بس كده انا مش هتحمل تابعاتهم لان انت كبير اناف وانت كبيرة اناف انه تقول الشخص ده يصح او لا يصح لو جيت كبابا او ماما قلت لحضرتك او قلت لحضرته ما ينفعش الشخص ده ما ينفعش لان في واحة اتنين تاتة اربعة لا انا شايفه احلى حد واحسن حد ده مراية الحب يا بنتي ده ده العمل الاول ده 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 فرس لوك خلي باليك لا طب خلي باليك ما ما تنفعش الا هم هنا أنت المتحمل للتبعات ما تجيش تقول لي أنت ما قفتش جمبي تجيش تقول لي أنت ما سمعتنيش لا أنا نصحت ده الأب الطبيعي إنما فيه أهل يصطدموا صداما عنيفا بيخلي الولد أو البنت يتمسكوا أكتر باللي اختاروه كشريك ليه؟ لأنه لو عملتي مش هنكلمك ولو عملت احنا مش هندخل البيت يعني بيبقى حالة من الدراما المرعبة اللي نأثر بها على القرار طيب ما بين ده وده دكتور لازم يكون فيه حلقة في النص لأنني أنا برضو لو شفت ابني أنا مش عايز ابني يضيع برضو يعني لو شفته بيغلط مرة في قرار وقرار كان كبير أو مصيري تاني مرة بيغلط هنا أنا لازم أتدخل بس أتدخل إزاي؟ ده رأي حضرتك هتقولون لنا دلوقتي لأنه على الجانب الآخر العنف مرفوض نبدي مساحة للنقاش أولا إحنا عايزين نحط بس قواعد بسيطة التمرد لا يأتي من فراغ التمرد هو المراية التي ترى فيها تحكمك كأب أو كأم تربوي قال لتحكمك عشان تدي مساحة للنقاش ادي له الجرأة أن يقول رأيه ادي له الجرأة أنها تقول رأيها اديهم المساحة دي ليه؟ لأنه دي زرعة لما هتكبر في قرارات مصرية بقى زي ما بنقول الجواز والشغل والكلام ده المساحة دي هتعرف تقوله خبرتك وهتعرف تقوده بسلام لمنطقة آمنة في الحياة وهتعرف تقوله أنا جنبك ودعمك طول الوقت بعيدا عن الصدام المتبادة فهي زرعة الشطارة أنه وإحنا بين ربي يبقى فيه المساحة دي أنه بقول لابني أو بنتي رأيك رأيك متى كمان مهم أننا نتكلم مع أولادنا عن المرحلة العمرية اللي هما فيها يعني كنت أنا وشازلي بنتكلم يمكن قبل الهوى عن الفكر بتاع مثلا الصحاب أو الشريك الحياة أو النسعات الأهل أو الأولاد بيبقوا هما عايشين في القصة اللي يمكن مثالية قوي والأهل شايفين حاجة تانية فبيبقى دايما دي مراحل عمرية فبحس أنه الأهل اللي مهم أنهما يخلوا الأولاد عندهم وعي بمرحلة دي أنه أنت لسه في بداية حياتك مش صح أنك تحكم دلوقتي غير بعد ما سنين من الشغل وسنين من الصدمات اللي ممكن تتعرض لها في الحياة أهمية الصدمات دي إيه بقى؟ هي مش صدمات هي مشاكل وتحتاج إلى حلول عقلنا في وظيفة لطيفة اسمها القدرة على حل المشاكل والقدرة على حل المشاكل دي جزء من نظام اتخاذ القرار في عقل الإنسان فكل ما بتواجه أزمة كل ما بيبقى عندك مخزون من الحلول الشطارة أنه مع كل أزمة كان إيه الحل اتعلمت منها إيه إيه الدرس المستفاد انفعش تعدي وتكرر نفس الغلط وتقول ما كانش قصدي ما كانش قصدك تأذي نفسك تكرارك لأخطائك هو أذى لك فالشطارة أنه تتعلم من أخطائك ودي شطارة الأهل برضو في أنه تعلمنا إيه مع بعض ما عددتش كده يعني طيب جميل إذن الموضوع محتاج نقاش منذ الصغر أنا تخيل ونفترض أن ده ما حصلش وكبر وبقى شاب وغلط مرة واثنين قد يتخيل بعض أن الأب والأم لو قالوا له براحتك أنت حر دي اختياراتك دي سلبية منهم هل دي فعلا سلبية منهم ولا مفروض يتصرفوا إزاي لا مش سلبية لأنه أنا لما بجبر أبوي وأمي بيضعفوا على غم من أنه هم كانوا كويسين أو تفر كانوا مسماهم إيه في حياتي يعني تربوين بس ضعفهم ده أصادوا قوتي أنا كشاب وقدرتي على التعامل مع الحياة والحركة ونفوان الشباب أه عنفوان الشباب ده ما يدينيش السلطة أني أقولهم ما بتفهموش أو ما تعرفوش غلط ومعاك حد سندك في الدنيا فيه وانس في العيشة في الحياة اسمه أب أو أمة أو إخوات أو من نحب اسمعهم اديهم ودانك افهم بيقولوا إيه إنما هتتخيل أنه ما لهمش علاقة وما ينفعش ودي سلبية لا هي مش فكرة سلبية أنت عملت حاجة تحملت نتيجتها وتبعاتها شطرتك تتعلم وتسأل على كل حال يعني مع مرور الوقت ومع مرور السنين عرفنا الكلمة اللي بيقولوها لنا أهلنا دايما لما تكبر هتعرف أن أنا كان عندي حق وطلع عندهم حق ودي حاية كل شكر ليك دكتور عمر سليمان استشار الطب النفسي وعلوم الأعصاب المعرفية يعني فقرة حلوة قوي وعرفنا فيها أنه الأهالي يبقى عندهم وسيرة اتصال لطيفة مع الأولاد والأولاد كمان يسمعوا من الأهالي عشان في الآخر كلنا بنكمل بعض وأكيد عايزين في الآخر نتاج لأسرة سعيدة كل شكر ليك شكرا مجزين يا فرح وقودك معين انا